اهلا وسهلا بكم في قناة هانور ارت النهاردة هنكمل الجزء الثاني من عمل الشنطة بتنتهي الغرس في الجوانب على المربعات المتوفرة عندي سواء كانت ثلاثة او اثنين او واحد وبقفل الغرس يهمني ان الغرس تكون مستقيمة ومشية في نفس الاتجاه اللي انا اشتغلت فيه من البداية اشتركوا في القناة 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 بالقناة بقصوا في القناة عندما اشتركوا في القناة او بالزاقوا بالنار اشتركوا في القناة ابدأ اشتغل في المربعات الموجودة في الزاوية. اول مربع خالص موجود في الزاوية انا هعديه. مش هشتغل فيه مش هدخل فيه الابرة. هدخل الابرة في المربع اللي بعديه مرتين. وهي هسيب المربع دوت اول واحد موجود في الحرف او موجود في الزاوية. المربع دوت انا هسيبه تماما. بعد كده هكمل الغرز على المربعات الموجودة في الاطراف. شايفين هنا دخلت الخيط كم مرة? دخلته في نفس المربع اكتر من مرة. دلوقتي ابدأ اكمل الغرز بشكل عادي. اكرر الغرز على المتوفر من مربعات سواء كان واحد اتنين تلاتة. اول ما اوصل لاربع مربعات ابدأ اشتغل الغرز بالنمط اللي احنا شفناه في البداية. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ص tourist احنا شركوا في القناة الافتراء الكابي يضب التجمل العودة. اكت评 على نفس السطر. وتكون بدايات الغرز مع نهاية الغرز اللي هي باللون الدهبي. من اول هنا هبدأ اعد اربع مربعات. شايفين جزء دوات مع جوانب الشنطة. وكمل الغرز بشكل طبيعي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بداية من الجزء دوات انا مش هعد المربعات بشكل عادي لان المنحنايات هتكون مؤثرة على شكل وعدد الغرز. فهكمل على نفس اتجاه الغرز ونفس الميل. هكمل على نفس النمط اللي انا التزمت بيه في البداية. يهمني ان المربعات تنتهي مع بعض في نفس السطر. هقفل الغرز في نهاية السطر. يهمني ان هي تكون كلها ماشية في الاتجاه دوات. ماشية في الاتجاه دوات. وهكذا. الغرز بتمشي في نفس الميل وفي نفس الاتجاه. بغض النظر عن الزوايا او المنحنايات الموجودة في البلاستيك بكمل عليها الغرز حسب ما يكون معايا مربع او اتنين او تلاتة. المهم ان هي تكون في نفس السطر. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة